هذا وتسبب العدوان الإسرائيلي وعمليات الاجتياح بمدينة رفح الفلسطينية إلى إخلاء أحد المراكز الطبية الرئيسية جنوبي قطاع غزة من جانبها حذرت منظمة أطباء بالأحدود من عواقب الهجوم على مدينة رفح الفلسطينية مشيرة إلى أثارها الكارتية على أكثر من مليون شخصة وأكدت المنظمة أن الهجوم الإسرائيلي سيفاقم أضرار النظام الصحي ويعرقل الوصول لبعض المستشفيات المعارضة للتدمير وأكدت المنظمة أنها بدأت في إجلاء المرضى غير القادرين على الخروج من المستشفى الإندونيسي الميداني بالمدينة